السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكل متابعين الأوفياء من داخل وخارج أرض الوطن نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو إن شاء الله وانتم في تمام الصحة والعافية في حلقتنا اليوم سنتكلموا على البطل العالمي السابق في الكيك بوكسينج ورئيس جماعة إيموزار كيندر مصطافة الخصم فعبرونوا شطاء مواقع التواصل الاجتماعي على المساندة والدعم ديالهم لمشروط مع البطل العالمي السابق في الكيك بوكسينج ورئيس جماعة إيموزار كيندر مصطافة الخصم فتدولوا صوروا فيديوهات لمصطافة الخصم على نتقوى سعو اللي كيطالبوا من خلال هالمغاربة بإسقاط الدعوة المرفوعة ضده من قبل عامل إقليم صفره ورجل سلطة برتبة قائد مصطافة الخصم لطالما أراد خدمة الشعب والبلاد وأنه حرص طيلة هاد المدة اللي اقضها كرئيس الجماعة إيموزار كيندر على تحسين مستوى العيش فيها كما طالبون آخرون بمحاسبة المسؤولين لمفسدين في البلاد معلقين كل التضامن مع مصطافة الخصم ضد لوبيات الفساد ونهب المال العام ومن الجانب الفني عبر عدد كبير من الفنانين على دعمهم للصديق دياله مصطافة الخصم كالإعلامي مراد العشابي والفنانة حنان الإبراهيمي اللي طالبات بمحاسبة من أشار إليهم الخصم في تصريحات دياله وليس العكس قررت النياب العامة بالمحكمة الابتدائية بصفره إعادة ملف مصطافة الخصم رئيس جماعة إيموزار كيندر إلى الشرطة القضائية بمدينة فاس من أجل تعميق البحث معاه في شأن الشيكاية المقدمة ضده من عامل إقليم صفره ورجل سلطة برتبة قائد قبل تقديمه أمام أنظارها من جديد بعد غد الأربعاء وجاء هذا القرار بعد تقديم البطالة العالمية السابق في رياضة الكيكبوكسينج يوم الاثنين أمام أنظار النياب العامة بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس في حالة صرح إترى الشيكاية المقدمة ضده على خلفية تصريحات اتهم فيها عامل صفره بعرقلة ميزانية الجامعة لكي يسيرها من خلال تحريض أعضاء بالمجلس ديالها ضده فمصطافة الخصم الإخوة الكرام فش ولا رئيس جامعة تصدمن حجم الفساد والاستبداد اللي كيمارسها عامل الإقليم مصطافة فكر يخرج للرأي العام ويصرح بهذه الممارسات اللامس أولى ديال العامل هاد شي علاش داعيه العامل ديال الإقليم ديال مدينة أنا شد روبينيات أنا من هضرف الصارح فرانش بنا معامل في المجلس لا يوجد رشوة لا يوجد رشوة لا يوجد رشوة لا يوجد رشوة والناس الذين كانوا معي كانوا معي كانوا معي لدينا شيء حاجة للمشيه هي ديالي كانوا كيسرون المجلس رح دال المستقبل المجلس اللوال رح دال الفيرمات دال الديور دال كل شيء ودبا ميجيت أنا ما كينهوالو يلتل الفلوس الانتخابات ما دخلناه يقول لك ما سنجد له مع تسيد هذا ما معه الماكلة هيا سنحاربه ونحاربه يمشي بحاله ويطلع 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 ما نحاربه ما أنا ما غامشيش بحالي وغامقه معهم وغامقه يبوح هاتش لحماك واش واحد ماكي يصوتش على سبيطار باش نجدوا سبيطار ديال اموزا اللي مهمش اللي بغيمو ما عندك ماديل فيه غادخول كاز قولوا ما نراني منيكي هاتش الناس يصوتوا ضدها impossible الناس ما غوانش يخدموا هاتش الناس كانوا 12 عام كيما قلتكم من 12 عام هما كيسيرو الاغلبين من 12 عام هما كيسيرو دابا ميجيناك نسيرو حناية ما عاشبهمش الحال كي يديرونا المشاكل ما كيصوتش علش ما كيصوتش ما عقبتش ما زل ما تجد مني دابا شنو هو وش هاتش ديالي انا اما عندنا ماشي ديالي انا ماشي ديالي هاتش المصلحة ديال البلاد هذا البناء لا تريد ان يجب ان يسلح منذ منذ ارشي بأن القوة هي المواطنين الموزل معي وهذا هو الذي تجعلني مازال واقف يمكنكم أن أعاف بأن المواطنين يتجعون معي سوف أتسوار سأقول لكم لا يعنكم لكن كان لديها هنا انا كنت عيش واحدة في شيء يشكل ودابا بلس كان عيش واحدة لعيشة لما يتجعوني بالحق أنا كان ضحية على وجهة البلاد أنا كنعيش عيشة وكنضحي باريشة ديالي على ود هذه البلاد هذه باش نزيل قدام ما أنا ما عندي شربة حنا بالحق أن حارب هاد المفتدين وهاد الناس لكيشوفوا إيه رأسهم غنحاربهم بتاهم هم يمشيوا حالما أنا ما غنمشيش وشكرا هذا السيد مصطفى الخصم رياضي بطل عالمي في الكيك بوكسينج تزاد وكبر في دولة ألمانيا واحد النهار قال مع راسو غنرجع لبلادي باش نخدمها وجايب مشاريع النيتز مشاريع لي هي كبيرة وبغي يستمرها في بلاده قرر يترشح الانتخابات في إيمو الزار نجح فيها ولكن للأسف مقدر يدير حتاشي حاجة من المشاريع اللي ديرها في البرنامج دياله حيث عليه ضغط كبير من المعارضة لأنه ما خلالهم ولا سنتيم ما يشفروا بطبيعة الحال إخواني أخواتي في الخلاجات دياله ما كيسكتش ديما كيفضح الفساد والمفسدين والرشيوية وكيقول بأنه هو في القمص دياله ما كيعرفش شي حاجة اسمية الرشوة وما عندوش مع الرشوة وما غيخليش هاد الرشوة تستمر فلهذا تمت المتابعة دياله قضاء وغير شكون وشكون في المنطقة فهنا الإخوة الكرام من الواجب على أنه الساكينة ديال المنطقة كاملة لكيعرفهم زيان وصوتهم الصالح دياله أنهم يوقفوا معه ويوقفوا في جنبه ويساندوه باش ما يتراجعش ويفشلف محاربة المفسدين لأنه ممكتار في البلاد إخواني أخواتي مصطفى الخصم خرجات له المحكمة على أنه يخلص واحد الغرامة مالية ليهي خمسين ألف درهم خمسة ديال المليون إخواني أخواتي وليمصطفى الخصم ما بغاش يخلصها كيقول على أنني أنا ما درت والو علاش غنخلص هاد خمسين ألف درهم علاش غنخلص هاد الخمسة ديال المليون وفعلا إخواني أخواتي ما حده هو ما دير والو وغي يخلص هاد الفلوس إلا خلصهم فغدي يتبت على رأسه أنه فعلا قام بهذا الجرم وإلا بقى مصمم على أنه ما بغيش يخلص هاد الغرامة لأنه باريء وما داش هاد الجرم المنسوب لي هناك يتسن العدالة والقضاء المغريبي يتبت على أنه هاد السيد هذا ما دير والو وهو كيقول لك أنا ما دير والو ففي بلادنا هذه هي الحاجة الخيبة والصعيبة إخواني أخواتي لأنه اللي كي بغي يخدم هاد الوطن والتي بغي يستثمر فيه ويخدم فيه ويجيب شي حاجة يديرها في بلاده ويخدم بالنية كي يضربوه للراس وحتى الناس كيستاؤوا ما كيصبروه الحال منه واحد تيدخل يستثمر في البلاد دياله تيلقى صعوبة لا من المسؤولين ولا من المجتمع وتينوض يرجع من حيثه آتا وهذا شي ما بقيناش بغيناه في هاد البلاد السعيدة فهدي حاجة طبيعية أنه هاد السيد هذا ما ينجحش لأنه ما كيتوفرش على شهادة عليا في سياسة الكذب والنفاق والنهب والصارق حسبنا الله ونعم الوكيل واللي نضحك أمام العالم في إطار ديمقراطية إخواني أخواتي لنا الخبر ولكم التعليق أعطينا اللايكات والبرتاج وأكثر التعليقات إلى الفيديو المقبل خليتكم مرحة ودوز بخير والسلام وعليكم اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة